في حلقة البارح سنجد أن أمي دوجا ترجعت قصة في دارهم وقالنا بأنه يريد أن توقفت القيصة هنا لماذا؟ كانت تقول لدوجا بأنه وعماد سنذهب عند بابا من جديد عفك يا أمي سمح لي أنا أريد أن أولادتي سنخرج لهم ونقش نرجع وعفك لا تفرق لأبناتي سنبغي لهم كان لديه أسلوب الإقناع لذلك يبدأ يتلبك ويتمسكن ويجعلك تشكي من ركنتين اللي غالطة يا أبي سيقول لي صافي واخا ولكن بنتي ستبقى معي لا ستكرل لها موالو إذا أريدتها ستسكن معنا مع دارهم ستخرج تخدم وتجيب المصروف لمرضك وتصرف على أولادك وتهزز بهم وأنت يا بنتي ستقلس في خدمتك ومكره هذلك أولادك جاء ناس كنا في الدار ودست ست شهور ومشى وعودجة ومشى وعودجة بابا مبعت للشهور كانت عنده واحد المشياء اللي في الخارج اللي عنده علاقة بالخدمة كانت تقيلة والضرات في داره من اللور وبدأ الحرق حتى يحتاج السرطان فرية وينتشر له وبدأ الحزار المشياء مره واحدة من بعدها بدأت تخنق وجهة البروستات ويتعرم عليه هو في مده وهي قصيرة كثيرة في السيمنة سأخرج انا وياه ودافعها غير في كروسة ومشى وصلنا إلى البحر ويقول لي ما ستكون معا رجله لهذا يا ابي راني ما تكون مانديرا واندمت وليس لم تسمع لهذا النصيحة التي سأعطيها بنتي هي أنك تبعدي منه وتبقى في داركم وعيشي لبناتك وذلك الطريقة التي قلت لكم سأعطيها لكم تومة جينا في أسبوع وفي واحد الليلة كان يتناني حتى ترام هو ماما كانوا يتعرضوا لي حين كنت خارجها من الخدمة وكانت يبقى يبني هو مشيحة لها غير مطيحة الراس وبحيلة غير تيوصي فينا بواحد الطريقة التي كانت غير مباشرة ماما قلت لي راببك طلع لي المرض للراس وقلت لي الطبيبة صافي غير مطيحة قبل أن يبقى يدير حتى شي حيثة يدير مطيحة أولاده أنا لم تقبل ذلك الهضرة وبدأت أقول لها ما يمكن سأعطي لنا وبدأ يقول لنا راهيك أمامتي فينكات سناني كانت يدوي على جدة التي لم تتقبل منه فبدأت يقول لماما أعطي رخوتك والعائلة كلها جمعية أنا طلعت البيتي وبدأت أكام بكي عمتي قلستة في جرده ديال الدار كل واحد فين تخبى تيبكي وتنجي وعنده غير تنضحكوا معه بقينا حتى الزجون نص ثلاثة ديال الليل بدأت يقول كل واحد فين غير سنت تنعس راك خدام وانتي سيري يتكسر تاحي المهم بقينا أحده وديري لي الأبراين تنفس وكل شيء سينعس وبدأت يطلع داك الفجر وفقت على الغوات نتاع واحد سكيري أعزكم الله في الزنقة أهبط نشوف بابا وانا جيت نسوله بابا كيف بقيتي كاللقاء جامد لا يتحرك ونعرفنا بأنه مات داستعلي صعيبة بزاف ومرض ولم تيقش بأنه خلاني ولم تيقش بأنه خلاني صاحبي وحبيبي ماذا أحدث وقعه في ذلك الوقت؟ حماتي أعطت لي قلت لي ما كرادش كون كانوا عندي جناح ونجيل عندك المهم ذاك السوب من التليفون هو جاء أعزاني غير من باب الدار سلمحت على ماما من باب الدار ومشى جاء تخطوه ومرأت أخوه وخوه أعزوني قلتوا قليلا ونشوفوا حالهم أبقيت في دارنا ومفارقة معه اتلقيت نوعين في المحكمة لكي نطلقوا ونطلقوا بالاتفاقي قدنا الأمور كامله وقال لي اعطيك قدة وقدة للبنات ايدي انا مبارت مغاني اريد أن نرتاح حي اعطيتك الحمدلله كنت وقفت على رجلي ولقيت خدمة بحسب منها وكانت وقيت زوان وكان عندي وقت لبناتي ودارنا فبديت كانت تطلب صحتي وقفت على رجلية وتعرفت على الناس ودرت الصحابات ورجعت دوجة الأول التي تبغي الحياة وعجبها رأسها 8 شهور بالحساب هي اللي دوست ونسيته فيها ولكن ما تطلقناش عمرو ما دولي ولا دولي باش نقول لي اراني بغيتك تصفت لي علاقة باللبنات حيث كنت خدامة وميسرة ورزقهم كان ربي يجيبوا اليوم تال عندهم هيا ديك من هو شافني باخرن بعد الفراق وما مسوقش لي وما تنعيتش لي ابدأ كي رجعي دخل لحياتي بحال السوسة مشتعيت المامة صاحبتي في الخارج ويقول لها انا بغيت نرجع لمرتي ونرأني بغيت ولادي وراه دوجرة في هالجل العاشق ذلك شيء باش مكتبيني وحتى واحد ما تفهمني وانتما معرفين عش بالليل كيفاش كدير وبدأ كي اختار عشق قصص اللي ما كينيتش بدأي يجي عندي ويقول لي يا ويلو ترجع لي يا ولا قتل راسي دك ساعة كنت قوية كنت نقول لها وخدر اللي بغتي مما قديش نرجع سيبدأ يجي القدام الدار ويبكي ويطلب ماما واحد لوقيت اخي وماما قالوا لي يا اعطي فرصة ده بدي مدة طويلة باش تفرقته سيقدر يكون تبتل عاود رجعنا وجال الدار وعاود الداب بزنع وعاود ثاني كان حصله مع البنات وعادي من المسئولية تفرقنا المرة الثانية ووقفنا على الطلاق ومشيت المحكامة بوحدي ودرت طلاق اشتقاق وجاعوا تاني سيطلب وطير غاب وطير زوج وعاود سمحت لي وعاود ارجعنا من ان ارجعنا قلت لها ماما وخويا خرجت كري خرجنا وكرينا خلص الشهر وانا خلصت اللي بقى كامل وقلت كان نصرف وكندير كل شيء فلوسي مشات كاملها كان حتى غفل مصرف وفلكرة وما تيبقى لي يوالو وهو ما بغي يدير حتى شي حل معايا سيقول لي انا عييت من هذه العيشة سيري داركم وانا نمشي الوحيد دولة خارجية لا نكذبت عليكم بقوة معي تطلع علي فراسي قلت لها غير سير سيقوم بقوة معي خاصة في الحوايج وقلت له هاك وطلقت الدار وارجعت في حالي عند ماما كنت دائرة معا نمشي معا حتى المطار ولكن كذبت عليها وقلت لي بلي انا والخدمة ما خلوني نخرج حتى الصراحة كنت نناوية نمشي نتواضع معا ولكن بقوة ما تفكرت قاعدك شي يدووز علي وريسكا نقول صافي وقتا شغير يمشي بعيد مني وخاما نتلقوش ولو يعيش غير بعيد علي ومرتاح وانا نرتاح المهم شي غير وصل قليا ارى تلقى لي واحد صاحبي واحد الخدمة سرباي قلت لي الله يسخر بدأ خدم معا شي سيمانة ويقول لي ما عجبني الحال راتم مارا وما تخلصوني شي مزيان وما اشي ذاك شي يبغيت المهم هو دي ما تيشكي وما تيقدرش على الخدمة قلت لعسما يا عيماد ضبر راسك شوف كيف هاش تدير انا بقيت خدمة هالزاولة دي راسي وبقيت الامور غادي بحلاكك وكاتت قادل لي اعطاني وخليته هو ما تقول له صافت لي لحت شي حاجة خدمت خدمة واحدة اخرى مرة اللولة صافت لي 1500 درام ومن بعد شهورة دازو هذي صافت لي 500 درام ومن بعد قلت اسم الخدمة وبقيت انا لخسني نشوف كيف هاش نصافت له باش يشوف كيفاش يدير اخته كاتت صافت لي باش يخلص الكرة حتى شهوله ما يرقى ما يأكل ما يشرب وتيعيش حياة مكرفسة في بيت بحل الحبس الناموسية فق من الناموسية حتى والتي يقول لي انا بغي غير نرجع وكل نهار تيضر وتيبكي وتيقول لي انا راني تتوحشكم وتتوحش اولادي وبغيت نجي علما انه حتى تتما ارجع لدوك العادات القدام ولا كيدخل تيك توك وكيدخل لايفات مع البنات والضحك والتكرشيخ والقوار رواته اعزكم الله كانت حياة موسخة انا سمعت فيها وعودت سمعت لي ودوزت دكشي وسمحي لي انا مقصد ما هذا وذاهي وذاهي نفس السيناريو كيف تعاود ديمة وسامحت ليه المهم بقى يقول لي يا والو انا بغيت نجي للمغرب ونعيش معك وننضم ونخدم على اولادي انا ذاك الوقت كنت امرضت وقلست من الخدمة وما كانش عندي فلوس فقدرت معا اخويا عفك عطني هذا التقدم نقلب على شي بيرخيص باش انا ويجي عماد ونرد لك هذا السلف من بعد اخي موسكين ما قال لي يا والو من غير اذا كان مكرفس ماشي مشكل قولي لي هيجي انتقاتله هنا واتعونوا بزوج بكم غير يدير العقل وصف ديك الساعة لقيت طيارة ب 3700 درام ومشيت عند مال ينظرهم وقلت لهم هانتوما عفاكم اعطوني غير 700 درام راح انديت 3000 درام لم يخسروا لي يا والو قالوا لي يا انا جتنا احنا ما عندناش ولكن اذاك رأى ولدكم واخوكم انا تنعونوا باش يجي واذا مبقاش فيكم لم يخسروا لي ولكن الغالب لا عندناش مشيت عاو ثاني وتسلفتها وقتعت له ومشيتهم من الماطر لدارنا النيشان وعطيتهم اليامات الليولى باش انا وكي تقاوى وكي يمشي لدارهم وكي يجلس مع الداري حيث ما جدتش هو جاي من ذاك الدولة وجاي بلا ريال بلا زوج جاي خدامي ما بغاهمش واحد صاحبه غادي قطار حاليه يعطي واحد القدر من الفلوس ويجي بسلعة ويخدم على راسه غادي يعطي صاحبه زوج جال المليون وصفرت انا وياه حتى تقديش يحوي الجلد ومع احنا كان عندنا الحانوت ديالبابا اللي يرحمه ديالصناعات تقليدية فاخويت له النص منه وقلت له انت سلعة ديالك اجي استفاهنا وبيع وخدم والله غادي يسهل عليك يا ذاك بدك يبيع وبدك يخدم ولكن داك الفلوسين كاتم شي الله اعلم انا ما كنت تريد ان اخد من عنده المصروف تنقول يا صافي خليه يكبر راس المال ويدير لها شي محل كبير ويبقى بعيد على المال ينطار سوف يعمل في قهوة سربية 1500 درام وغير نص نار ونص الاخر هبطت الحانوت فعلا سوف يعمل في القهوة مرة اعطاني عشرين درام من النهار مرة ثلاثين درام كل مرة واشنوه وكان يعمل نار الذي يقول لي ما عندي والو اما 1500 درام في الشهر لم ارى كل مرة يرسم بها وهنا بدأوا المشاكل بدأت نحسبي بأن التليفون دائما يجبس الناموسية او ان تحترسوا او ان تدخلوا مع المرحادة عزكم الله انا دخلوا وخهوة حيث لن اشترسوا ونهار سوف يدخلوا كيف يتزال وانا او سوف يتزال سوف كنت اراد وانا ادخلوا في الواتتاب وانا ارشيف مازج وكل مزج وكل مزج وكيف يتزال نصل لديهم اذن سوف يصرف سوف نجيب لك سبرديلة سوف يصفت لها الموضلة السبرديلات التي تبيع في الحانوت وتقول لها اختاري و انا لمرته عمرو ما قال لي شي حاجة من يامات كنت على علاقة به كخاليل انا بنت كنصور و كنصفت الاختي دار معها يدوش و يتلقى بها انا كنت اصلا دار معها باش يخرج معي على وديت واحد الغرض و في رجع هو غادي يخرج و انا غادي نرجع ذاك المحل اللي هنقلي في الغرض كان حدا دارهم فعلا خرجنا و قال لي يا الله تلعي يسلمي لما ينتدار و انتي رجعي في حرك و انا غادي نتلقى مع صاحبي و انا ذاك اللحظة كنت عارفة ذاك شي كامل اطاري طلعنا لدارهم و هو يدخل المرحض و انا عيدت لخته و جررت اسم امو حدايا و قلت لخته هانتي سمعي و قرأي و بدأت نوريهم واحدة من امور الاخرى دموعي مبغاوش يتحبسو هو خرج مفاهم والو ماركي يكلا بس اخته قد قل لي لا لا يمكن هذا الشي ها هو قل لي يجب التليفون و يوريك و ايش بالصح او لا قل لي نضي البيت نظر معاك ايش اللي غا تقول يا عماد قل لي قنتان داركم ياك اجي كامل و فراسك و شفتيه في داركم و جيت تشوه هنا في دارنا اه جيت نوري الموجه الحقيقي عشنو كدير معايا وسط دارنا و عيش معانا برزق وليدي و مدخلها وسط عائلتي و كتخضر فينا محش متيش ايو بخات امو تطلب و كتزاوك سمحوا لينا ياود الحرم يا الفاعل يا تارك و هي ابنة الناس انا عيت على ماما اللي غا تخلط علينا و احمتي قد قل لينا غير سمحوا لي ارى ما يبقىش يعاود هذا الشي ماما قد قل لي نضي زيدي في حالك و انا و والو مكينش في هذا العالم بقيت معاهم بحيلة ما عارفه شنو داري قل يا ايلا نخرجوا ناويك الزنقة و نادروا خرجنا الزنقة و مشينا جهة البحر و بقيت يبكي علي و انا و انتي حرماني و كلما كنت ايش حرماني ما غاديش ندير هذا الشي و سمحي لي و انا عمرني ما نعود لك و كنبغيك و تنبغي ولادي و ما نقدرش نبقى بعيد عليك و ديك الهضرة كاملة لك الدوخ و ديما ورجعنا ورجعت الامر عادية جدا كي مشي الخدمة و يجي و باقي التليفون ديما كي تخبه و باقي كل شي كيف مما هو نبقينا عاديا على ذاك الحال و الذي كنقول لراسي ما نبقىش نصدع مخي معاه سيأتي واحد من نهار و ستبتل و ستبتل و صافي عشت بحلشي عيشان تعراج الامراء عاديين مجموعين على و ديك الوليدات و مبقىش كنحس بشي حاجة نهائيا من جهته و في ذاك الوقتين بدأت كان المرض سيخرج لي واحد الكيس في واحد المكان لخلاني انا نخليه يبعد مني و هنا سيبدأ كي عتبني سيجرأ بلاحش ما بلاحية انه يمشي يقول هالخويا باللي رافلان منع لي حقوقي و انا بيني و اخويا غير الحزيرة كانت يقول لي انتي هي الرزينا وسط بزاف ديالليبنات و دباو التي يقول لي بغيتك تكون مفرفشة و نلقاك بحال هكا و هكا و هكا زي ما انا روبو بلا مشاعر خاصة نطبق غير شونه هو اللي يبغى او لا اخر واحد كيشري ليشي بيجاما و لا رحة انا وصلت بي الدرجة انني انتوال راسي و انقد راسي و انتهلا فيها ولكن لي انا اما هو موقيتش قد نستحمله سيقول لي بلي انا خاصة ندير عملية و رجعت للدار و انا محطمة و كان فكر فيها و مخلوعة غير وصلت حدا و يقول لي اخ على حالة و انتي كسباني شارفة قد نشوف فيه سكت و ازد و دموعي في عيني ده دو كل ايام قدرت العملية و حيضوا لي الكيس ولكن خاصة يديروا لي تحليلها لكي يعرفوا ماذا عندي و هذا شيء خاصة يدير في واحد الوقت اللي هو قصير قلتها ليه و قلت لي عمد بلي رخصني 600 درام لو كيفاش و ما يمكنش و منين بغيتني نجيب ليك هذا الفلوس كان عليك تعلمين من قبل عيت الماما هي اللي خلصت علي و قدرت لي هذه التحليل لغدلي عاد معيت لي باش يقول لي شونو درتي مازال سمع اولد الناس و وقت شدة ما رقيتكش و لو كان ماما امتي و اخويا ما عارف شونو كان يقدر يوقع تخليتي عليها في 600 درام اللي ماشي شي حاجة و انا حطت عليك اللي ملايين انت منطريق و انا منطريق صافي وخه من الاحسن هذا هو القرار المزيان و انا نمشي المحكمة و نديره طلق اتفاقي و اذا كنت لتطلبة المحكمة نشوف شنو ندير نعطيك المسائل و كل واحد في نيشت طريق صراحة ما تصدمت من مراد تحديث دارنا و اعطيت الدم جوفي و اسمحت فش الله حويش سمحت على الخيانة و الدل والقهرة و منقلت المسؤولية و جاء سهل يقول كل واحد في نيشت طريق بدت كنت تقبل الامر و تقول هذا هو احسن قرار خرج من السبيطار و مالقيتش و مازال جاهد لكي نخرج و هو ما تعطيني والو و ماما اخذ لها بابا واحد البركة لعلاقة الحال فعيت معاه و صفت الولادك غير باش يأكله هاد الايام اذا بغتت صبري صبري اذا لا انا ما عندي ما ندير لك تعصبت و بكيت و تغوت و نهارت و تلقيت راسم مستفدة منه والو ماما قد يتحضر معاه اذا عمل ربما يدير بوجهه بقاك يغوت عليها و يقول لها ما عندي ما ندير و انا راني مخدامش و المخير في خيلكم اركبوه بهذا المصطلح انا اليوم ما عارفاش منين و كيفاش نبدأ ما عنديش اصلا باش ندير محامي و ما عارفاش من حقوق اللي نطالب بهم باش ميمشوش باغا غيمت هنا و نرتاح و نتلق في اقرب وقت ما بقيتش كندوي معاه عفاكم انا تخريبا حكيتي وصلت للنهاية اغبغيت منكم غلي عنده خبرة و دراية يقول لي واش نرفع دعوة الطلاق و النافقة ببوحدي ولا نرفع دعوة النفقة ولا نعود نتنازل و نمشينا و ندير طلاق اتفاق و نتنازل علاقة على الحقوق من غير الحقوق انتع بناتي اللي هم واجبه هو ما شهده مفضرهم باش انه يستلم ديك الورقة نتعدى و باش انه يحضر لشي جلسة انا ما عارف شو ندير انا بغيت اغنى التفرق عليه و ما بقيتش باغا المشاكل انا اليوم كنقلبها لشي خدمة لنوقف بها علاج لي و نكون بها مع ابناتي ما نحتاجه شقاء و اخي ابناتي لماذا لا تأتي و لماذا لا تعيش لنا و لماذا تتحلف عليك و لم يكن لديهم ست سنين في عمرهم فلا داعي نقول لكم ما هي العبرة و ما تستفدون القصة لانه كل شيء واضح و كل شيء بين عفاكم لا تبخلوش عليها التعليق لكم هذه كانت حكايتين وهذه كانت حكاية الدوجة يا سادة يا كرام غير باش نعرف واحد الحاجة ان الخيانة دي ما تقولها و المنطقة يقولها عموما انه ما كانت تهونوش عليها و ما تنسمحوش فيها اللي خان مرة يقدر يخون عشرة تقدروا ما تفقوش معايا ولكن قبل ما تنخونو را عندنا دماغ اما القضية انت عشام واحد علق عليها بالمدلولة ما نقدروش نحكم عليها بالدل تنازلت على رأسها في الاول حيثش كذب عليها بالحب و الحياة الورضية لدرجة انه غرقات في ذاك العالم اما اذا سمحت وهي عندها ولدات لانه اتقن التمثيل عليها اما حقوقك اعفك ما تنازليش عليهم و خاتكني كتخلصي و عيش بخير و كانت خرجت لي المحكمة ولا و غير درهم شديها هذا كل واجب ديك الشرعي و واجب بناتك عليه عرفتي علاش لانه مش شخص لي هو ما عندوش واللي خدمته علاقة دلحال لا ولكن حيتش خائن و فاسد وبإمكانه انه يجيبها ولكن برد الكتاف و ماشي راجل ذاك شباش غدي تخليه انه يتقاتل معها و الا غدي تحاسب عليها اما القصة ديالا اش منطلق الديري غادي نخلي المتابعين اللي اذا فيهم عندوش حد تجربة انه ينصحك بشن الديري نصحتي لك قلبي على خدمة و غادي توقفي على رجلك ان شاء الله من صغرك و انتي دمارة و خدامة و غايجي واحد النهار فين غادي يشوفك باللي و انتي بي خير و حسن من الاول و ناجحة و عقل على الكلام غادي يجي طلبك و يزوجك من جديد من حيتي شواطم مع ولكن في هذا الوقت صراحة اذا اخترتي انك ترجعي ليه احنا فين غادي نقدروا نقولوا عليكم اللي انك مدلولة و انتي اللي اخترتي يدل لانه كان عندك اختيار و كان عندك براهين باللي هاد الشخص عمر و ما يقدر يدل هذه هي كانت نصحتي وهذه كانت حكيتنا الليلة فكنتمنى منكم يا متابعين يا كرام تخليوا تعليق جميلة لدوجة و فيكم عفاكم اللي يتوجه له شي كلم اللي هو قاسح من الاحسن نعطوه بواحد طريقة اللي هي الزوينة هي خطئات لانها تنزلت بزاف ولكن هذا لا يعني باللي انها مدلولة لانها عندها زوج بنيتات و ماشي سهل انها تكلف بهم بواحدة ضمتم في رعاية الله و حفظه اتلقوا بعد غدا ان شاء الله سلام سلام اشتركوا في القناة